ازايكم يا شباب عامليني اتمنى تكونوا بخير قبل ما اتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة انا حابب اقول لك كده في بداية الفيديو اتحداك ان حضرتك تجيب لي واحد على اليوتيوب كله سواء كان بقى محتوى عربي او محتوى انجليزي بيتكلم عن المنحة الدراسية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة في روسيا طبعا كلنا عارفين المنح الدراسية اللي في روسيا واللي معروفة طبعا وهي منحة الحكومة روسية منحة وبالمناسبة منحة الحمد لله وبلا فخر اول واحد يسافر في الوطن العربي في منحة كنت انا وبدأت بعد كده ان انا اعمل فيديوهات عن منحة الدراسية حبيت ان الناس كلها تعرف عن منحة الدراسية خصوصا في الوطن العربي والحمد لله دلوقتي في ناس كتير بتسافر بغرض الدراسة وعن طريق المنح الدراسية في دول مختلفة في ناس كتير اتقبلت في منحة في ناس كتير اتقبلت في منحة الحكومة روسيا. وطبعا برضو احنا عارفين منحة جامعة المموالأ بالكامل برضو للدراسة في روسيا. فدي المنح اللي بتكون معروفة ودي المنح اللي نتكلم عنها كل سنة. وفي منح محدش بيكون عارفها بالنزل على قناة دكتور المنح. في الاخر بنلاقي بقى ايه الجروبات تتملت وناس كتير بتتكلم عن المنح اللي احنا بنزلينها. وفي الاخر بيقول لك اصلك انتو اصلك انتو ومش عارف ايه. ويا ريت ان هو بينسب الحاجة لصاحبها. لا اللي هو يعني بيغلط وكمان يعني مفيش اي احترام والادب ولا اي حاجة خالص. فلو سمحتم الناس اللي بتتقابل في مناح دراسية ممكن انت تشاركنا بكمنت او ممكن انت تبعت لنا رسالة ممكن انت تشاركنا بفيديو. ده هيكون جزء ومساعدة من حضرتك لنا عشان خاطر نسبة للناس ان المنح الدراسية فعلا موجودة. ان الناس فعلا تقدر تسافر عن طريق المنح الدراسية. احنا داخلين على سنة عشرين اربعة وعشرين. وفي ناس كتير من الوطن العربي. للاسف. للاسف ما يعركوش حاجة عن المنح الدراسية. فالمنحة اللي احنا هتكلم عنها النهاردة هي منحة مش هتلاقيها الا على قناة دكتور المنح بشكل حاصري. وعايزكم تتعودوا كده في الفترة اللي جاية ان انتوا هتلاقوا حاجات مش موجودة غير على قناة دكتور المنح. كمان في حاجة لفتت انتباهي اليمندول حبيت ان انا اوضحها لكم. في ناس كده بتطلع اليمندولة تعمل فيديوهات عن المنح الدراسية. يقول لك منحة الحكومة الروسية. ويقول لك مسلا المميزات بتاعتها والتفاصيل بتاعتها والكلام ده كل. يقول لك مسلا منحة الحكومة التركية. يقول لك مسلا منحة الحكومة الصينية. يقول لك مسلا مش عارف منحة. تمام? المنح دي كلها موجودة. المنح دي حلوة. المنح دي بتاخد عدد كبير من الناس. ولكن لا انا عايز افهمه لقص ليك الانسان لان انا الموضوع ده لاحظته من خلال ان فيه ناس بتبقى بتاعنا. فانا بدخل وابص كده بلاي الناس دي كاتبة منحة الحكومة الصينية. طب احنا في شهر كام ومنحة الحكومة الصينية بتفتح في شهر كام وهي اصلا النتاج بتاعتها طلعت ولسه بتطلع والناس ملسه مسافرتش اللي هما كانوا مقدمين اخر مرة. طب منحة الحكومة الرسائية ده احنا لسه في بتاعت المرحلة التانية. منحة الحكومة التركية. فالناس اللي بتكتب ان هي عايزة تقدم على المنح دي. فلما دورت اكتر عرفت ان فيه ناس كده طلع اليومين دولة تقول لك منحة الحكومة التركية مميزاتها مش عارفة. لو عايزين تقدمه املو بتاعنا من دلوقتي ومش عارفة. فالناس طبعا اللي هي عايزة تقدم خلقنا دكتوري المنح واللي بتحبنا واثقة فينا بيملو. فبالتالي احنا مش بنتواصل. ليه مش بنتواصل? لان المنحة مش فتحة. احنا بنتواصل مع الناس بتاعتنا بشكل صحيح. ومن احد درسائي تكون فعلا متاحة. فحضرتك بتم للابليكيشن بتم التواصل معك ترامل المنحة متاحة. لكن لما بتتم لها المنحة مش متاحة مش بيتم التواصل معك. بالتالي بالله في ناس بتقول لك انت ما توصلتش معها يا لأ. احنا متوصلناش معك عشان المنحة مش فتحة في الوقت الحالي. فاحب اقول لك يا صديقي الانسان لو انت عايز تقدم على منحة بنفسك. عايز تقدم من خلالنا. اي حد. اتأكد ان المنحة فتحة عشان خاطر حضرتك مدرحش تدفع فلوس لحد في منحة هي اصلا لسه مفتحتش لمجرد ان هو بيعمل فيديو عنها عشان خاطر يبقى معروف او غيره ايا كان السبب. انا مش عارب سبب محدد عشان مظلمش حد. انا محبش اظلم حد. ولكن احبت ان انا ابيهك. لما تحب تقدم على منحة درسائية بنفسك من خلالنا مع غيرنا مع اي حد انت حبيب تقدم معاه او برضو برجع اقول لك حتى لو هتقدم بنفسك يتأكد ان المنحة موجودة عشان خاطر ما يبقاش نفسك انت تقدم في منحة. تلاقي المنحة اللي انت عايز تقدم عليها نزل عنها بوست ولما تدخل على موقع رسمي ما تلاقيش المنحة فانتبهوا من حاجة زي دي. فخليني نروح دلوقتي مع بعض على اللابتوب بتاعنا نتعرف على كل تفاصيل ومميزات بتاعت المنحة. يكلم عنها النهاردة منحة دي. منحة في روسيا. وخلي بالك اني حضرتك زي ما قلت لك لمرة المليون في الفيديو تقريبا. مش ارتاح حدش هراحة غير على قناة دكتور المنح. فيريت حضرتك ما تنساش ان انت دعمنا بلايك. دعم منك لجولة بنحاول نقدمها. وشاير الفيديو هنا وهنا عشان خطر ان اصتعرف ان القناة دكتور المنح بتنزل منح بشكل حصري. ولو انت مهتم باي حاجة تخص الصفر ما تنساش ان انت اكون المشترك في القناة عشان وصلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاع. منحة الجامعة الاوليمبية الروسية الدولية للدراسة في روسيا منحة بشكل حاصري على قناة دكتور المنحة. طيب بالنسبة لتفاصيل المنحة وخلي بالك اني المنحة دي بتمكنك من الدراسة باللغة الانجليزية. يعني انت هتدرس في روسيا ولكن هتدرس باللغة الانجليزية. تمام? طيب انت هنا حضرتك الدولة المستضيفة طبعا الروسيا. والجهة المناحة هي الجامعة الاوليمبية الروسية الدولية. يعني انت حضرتك بتدرس في ايه الجامعة نفسها? بتقدر ان انت تحصل على درجة لغة الدراسة هي اللغة الانجليزية. طبعا حضرتك من اي دولة على مستوى العالم اخواتنا العرب في جميع الدولة العربية يقدروا يقدموا على المنحة دي. اخر مدد التاليمة واحد تلاتين يوليو عشرين تلاتة عشرين. يعني انت لسه قداموا فترة كبيرة تقدر انت تقدم على المنحة دي. طيب بعد كده اهي البرامج اللي انت تقدر انت تقدم عليها? خلي بالك ان هنا في ميزة كويسة جدا في المنحة دي. ان حضرتك اي ان كان المستوى الدراسي بتاعك في البكاليريوس ايه? انت بتقدر انت تقدم على المنحة دي. طبعا البرنامج الوحيد المتاح في المنحة دي والمقدم من الجامعة الاوليمبية الروسية الدولية انت بتقدر انت تدرس ماجستير في الادارة الرياضية اللي هي ادارة الرياضية يعني تمام فده البرنامج الوحيد المتاح وتقدر انت تقدم من اي مجال دراسي سابق طيب ايه هي مميزات المنحة المنحة دي بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة بتوفر لك سكن مجاني وعلى عكس بقى المنح الدراسية الروسية اللي بتقدم لك راتب شهري بيكون قليل المنحة دي بتقدم لك راتب شهري بقيمة عشر تلاف روبل الراتب الشهري بتاعك بيكون بقيمة عشر تلاف روبل. طبعا انت ممكن تشترك في اي انشطة في الجامعة بيقول لها راتب انت حضرتك برضو تقدر ان انت لو حابب تشتغل بتقدر انت تشتغل لو انت شايف ان في وقت بيسمح لك ان انت تشتغل بتقدر تشتغل. ولكن هنا زيها زي اي منحة بتقدم فروسية من ناحية ان هو يوفر لك تكاليف الدراسة من ناحية ان هو وفر لك راتب شهري. ولكن اللي بيزيد هنا ان الراتب الشهري عشرة الاف روبل مش مسلا خمس الاف روبل وكمان بيوفر لك سكن مجاني ودي ميزة بتلاقيها في الجامعة دي مش هتلاقيها في منحة الحكومة الروسية ولا منحة تمام? طيب بعد كده هنا بالنسبة لمساندة المطلوبة عشان تقدم على المنحة دي بتملأ طبعا خاص بالمنحة بتسجل بياناتك من ناحية الاسم بيانات التعليم السابق كل حاجة ده خص الابليكيشن البيانات الشخصية بتاعتك عنوانك رقم تليفونك الامير كل الحاجات دي بتقدر ان انت تملاقها في القبليكيشن. بيكون طالب منك شهادة البكالوريوس بتاع حضرتك وبيان درجات البكالوريوس طبعا اللي انت بتقدم على مجلس سير. خلي بالك بيكون مطلوب منك جهاز صفر يكون سيري المفعول. كمان بالنسبة لشهادة ايجادة لغة الانجليزية. بيقول لك عايز منك شهادة لغة مش اردش عليك شهادة معينة. بيقول لك عايز حاجة بتوفي بمستوى سي وان. يعني انت مسلا يكون عندك شهادة لغة بتباقي ان انت مستوىك في اللغة سي وان. او ممكن انت ترفق له اثبات ان تعليم السابق بتاعك كان باللغة الانجليزية. فدي حاجة هتغني عن الموضوع ده. وبعد كده انا بيقول لك لو انت عندك اي بقى مستندات تانية زي خطابات التوصيلة لو عندك زي مسلا عندك اي شهادات حصلت عليها سابقا بتدعم الملف بتاعك بتقدر انت ترفقها. خلي بالك ان جميع البيانات اللي انت بتملاها او المستندات اللي انت بترفقها حضرتك لازم تكون بشكل حصري باللغة الانجليزية. لازم تكون باللغة الانجليزية. ما تترجمش اوراقك للغة الروسية لان انت اوراقك دي اللي هترجمها للغة الروسية كده انت بتختصر تقدمتك في المنح المنح اللي في روسيا. لكن خلي اوراقك مترجمة باللغة الانجليزية لان معنى ان اوراقك مترقات جامعة باللغة الانجليزية انك انت تقدر تقدم على اي منح في روسيا في المانيا في الصين في بريطانيا في اي دولة تقدر تستخدم الاوراق دي. تمام? يبقى هنا انت بتاعك وقدمت المساعدة بتاعك باللغة الانجليزية. هنا دي وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بينا جروبنا على تليجرام كناتنا على تليجرام. وهنا جميع جروباتنا على الواتساب. هنا لو حضرتك حاب تقدم ان خلالنا بتمدأ خاص بينا عن طريق ضغط على التقديم من هنا او بتلاقي رابط موجود في صندوق الوصف مسبت في اول كومنت. تمام? هنا بتمنى بتاعنا وانت حاب تقدم. وهنا ده الموقع الرسمي. لما بتطلق تعليق بتفتح معك الصفحة الرسمية خاصة في الجامعة واللي من خلالها انت بتقدر ان انت تتقدم على المنحة زي مؤتلك بتمنى بترفق مسانداتك. وان شاء الله لما ربنا يا كريمك وتقابل في المنحة ما تنساش ان حضرتك تبلغنا برسالة او بفيديو من حضرتك بحيث ان احنا ننشر الرسالة دي ممكن نلغي اسمك لو انت مش حابب او راح بتعمل الفيديو عشان خطر الناس يكون عندها وعي وثقافة بالمنحة الدراسية. دي كان كل حاجة عن منحة الجامعة الاولمبية الروسية الدولية للدراسة في روسيا. اتمنى اشعر القناة البسيط لو لسا عندك. اي صادر اصف سرعة مذكرتش في الفيديو بتاع. فضل انت شرفنا. سيفه في كومنتيات. هورد عليكم جميعا بقدر امكان. هورح على صفحيتنا على فيسبوك دكتور المنح واسيب صارك وصف صارك. تمنى ارد عليكم قبل فرينا. تمنىكم التوفيق جميعا. تنساش اللايك. واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.